موسيقى يترقب الجميع ماذا سيحدث في لبنان قرار الحرب ستصل تداعياته إلى بغداد حيث الفصائل العراقية المتحمسة للمشاركة وسط مخاوف حكومية وتحذيرات أمريكية مكررة من مغبة الإقدام على هذه الخطوة ومؤخرا أعلنت الفصائل الموالية لإيران انهيار الهدن مع واشنطن التي جرت برعاية من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لكن التنسيقية العامة لما يعرف بالمقاومة الإسلامية التي تتبنى الهجمات ضد القواعد الأمريكية اتهمت الحكومة بالتخاذل بإخراج القوات الأجنبية وهو ما يعيد التصعيد إلى الواجهة ويوم الثلاثة نقلت مصادر عن قادة بالفصائل أن الهدن مع الجانب الأمريكي انتهت وما تم منحه لحكومة السودان كان كافيا مشددة على أن الفصائل فئة تم الجهوزية لبدء عمليات نوعية ضد الوجود الأمريكي الفصائل أوقفت عملياتها ليفساح المجال أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه وضع حلول لإنهاء الوجود الأمريكي والتحالف الدولي في البلاد لكن هذا لم يحدث وفقا للمصادر وكانت استراتيجية الفصائل قائمة على أساس ضرب القواعد الأمريكية لكن يرجح أن يتغير هذا الوضع الآن بحيث تنتقل المجامع المسلحة لضرب ما هو أمريكي في إشارة إلى الشركات والمطاعم والمصالح الأمريكية وحتى الحقول النفط والمطارات التي تضم الأمريكيين بالمقابل يعتقد أن واشنطن ستزيد الضغط على الجماعات المقربة من إيران وربما سيكون خيار توسيع العقوبات هو السيناريو الأكثر ترجحا وتعني العقوبات بالدرجة الأساس تقريص العلاقات الدبلوماسية مع بغداد التي تمنح الفصائل شرعية سياسية تحت غطاء هيئة الحجد الرسمي هذا وتواصل الفصائل العراقية المرتبطة بإيران تهديداتها للقوات الأمريكية بتصعيد عملياتها العسكرية في العراقي والمنطقة في حال اندلعت الحرب في لبنان قيادهم بفصيل مسلح بينا أن الهدنة مع الجانب الأمريكي انتهت وما تم منحه لحكومة السودان كان كافيا مشددا على أن الفصائل في أتم الجهوزية لبدء عمليات نوعية ضد الوجود الأمريكي وأشار إلى أن الفصائل أوقفت عملياتها لإفساح المجال أمام الحكومة العراقية لتأخذ بزمام المبادرة باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد ولكن هذا لم يحدث حتى الآن وأضاف أن المواجهة مع الأمريكيين قد تندلع في أي وقت مع استمرار التوترات في المنطقة وخاصة في لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر